ولمناقشة هذه القضية معنا من عمان الكاتب والباحث السياسي السيد صباح علو مرحبا بك معنا مرحبا بكم المتظاهرون كما تتابع يؤكدون أن هناك خشية من رئيس وزراء مستقل والخشية تكمن في أن الفاسدين لا يرغبون في انكشاف جرائمهم وتجاوزاتهم وفسادهم الذي مرسوه على مدار سنوات طويلة لماذا تصر الأحزاب السياسية على الرغم من ذلك ترشيح شخصية من تلك الطبقة الفاسدة كما يصفها الجمهور لا شك الانتفاضة كشفت الكثير والكثير من كل أشكال الفشل والسياسة الغير سليمة وصحيحة في إدارة العراق من قبل القوى السياسية الموجودة في السلطة حاليا ولذلك طيلة 16 سنة من حالة التراكم في الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والخدمي أعطى الإمكانية العالية حقيقة في ظهور هذه الانتفاضة التي أعادت حالة الثقة للشعب العراق وبنفس الوقت كشفت كثيرا من الممارسات الفاسدة والممارسات اللاعراقية في سياسة الدولة الداخلية والخارجية ولذلك لاحظ هناك إصرار من قبل هذه القوى لارتباطها بحالة الفساد وبنفس الوقت لارتباطها بالجارة إيران ودعمها للفساد والممارسات اللاإنسانية وعمليات القتل الممنهج لذلك لاحظ هناك إصرار حيث لو فقدت إيران موقعها بالعراق وتحجمت قوى الولاء لإيران في داخل العراق سينعكس ذلك وبشكل سريع جدا على طبيعة النظام الإيراني القائم على الطائفية السياسية فهذا شيء شكل لها خطرا كبيرا ولذلك لاحظ تستقتل في إيجاد الحلول والمراوغات والمساومات ولكنها سياسيا لا تمتلك أسلوب النجاح على الرغم من ذلك دكتور على الرغم من ذلك نراحظ أن هناك إصرار من المتظاهرين على إزاحة تلك الأحزاب وعدم قبول مرشحيها يعني أمام الإصرار الحكومي هناك إصرار في المقابل للثوار في ساحات التظاهر نعم هي عملية صراع وجود حقيقة صراع الوجود اتضحها بشكل كبير جدا في انتفاضة أكتوبر ولغاية الآن وستستمر بنفس الوقت حيث أن المتظاهرين والانتفاضة بعموم العراق أسقطت كل شكل من أشكال الخوف والحواتز التي تضعها القوى السياسية المجرمة الفاشلة بحق الشعب العراقي هذا هو الذي يخيف القوى السياسية حيث أن إصرار الانتفاضة في الاستمرار في اعتقادي لن يخيف فقط القوى السياسية بل يخيف إيران بحت ذاتها بكل ممتلكاتها وإمكانياتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية بكلها ولذلك اللاحظ مستقبلا وقريب جدا في اعتقادي لم تستطع هذه الانتفاضة عمليات تحقيق الأهداف لكنها حققت شيئا كبيرا جدا وحدة العراق أسقطت الطائفية كشفت كل أشكال الممارسات والفساد والجرائم لذلك اللاحظ بدأ العالم يتحسس بالتجاوب والدعم للانتفاضة العراقية وبدأ العالم بدأ من الأمم المتحدة إلى الغرب حتى أمريكا نلاحظ رئيس الجمهورية الذي رفضت عمليات الترشيح لكتلة البناء التي سمي نفسها كتلة الكتلة الأكبر نعم شكرا لك دكتور صباح علو الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من عمان نعم شكرا لك